يبقى قلنا أسباب ألم الرأس من الخلف أول حاجة الصداع النصفي الصداع النصفي أول أسباب مثلا وليكن الألم الرأس من الخلف تاني حاجة الصداع التوتري الألق والتوتر كنتيجة مثلا الخوف من المستقبل أو مثلا التوتر من أشياء حدثت لي في الماضي الماضي عادة والمستقبل مش في إدينا نركز في اللحظة الحالية ونركز في حياتنا الموجودة حاليا فممكن مثلا وليكن برضو التوتر والألم أحد أسباب الألم في الرأس فممكن يكون جاي لي مثلا بنشوف مثلا كتحاليل ومعندوش اي حاجة الموضوع بيعدل انه هو سبب الموضوع سبب الموضوع نفسي التوتر والقلق هو السبب عنده فاقول له اهم حاجة ابعد عن التوتر شوف الضغط النفسي الحاجة اللي مسابب لك قلق والتوتر ابعد عنها وما تفكرش فيها وركز في اللحظة اللي انت موجود فيها وفكر في النعم اللي ربنا اديها لك وابعد عن اي حاجة وتعمل لك قلق وتوتر والمشكلة تتحال فبنقول كده الشقيقة أو الصداع النصفي أحد أسباب ألم الرأس من الخلف الصداع التوتري التوتر أحد أسباب الصداع من الخلف ممكن التهابات في الأوعية الدموية يعني نقدر نقول التهابات الأوعية الدموية تعتبر من أشهر الحاجات اللي بتسبب ألم في خلف الرأس يعني لأنه بيسبب انخفاض تدفق الدم في مختلف أجزاء الجسم بيسبب يعني أي التهابات ممكن تسببها انخفاض في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم وخصوصا عدم تدفق الدم لمنطقة الرأس من الخلف تبقى دفعة قوية جدا لنا ان احنا يحدث لنا ألم رأس من الخلف